طبعا من الحاجات المهمة جدا أن يكون فيه تواصل مستمر ما بين الحكومة والمواطنين نقط حاضرة تكلمنا بشيء من التفصيل عن منصة حوار عن أهميتها وإمتى كمان تم تتشانها الحقيقة أن منصة حوار قبل إطلاق المنصة نفسها فيه علم اسمه الإيديمقراطي أو الديمقراطية الإلكترونية إن أنا أستخدم الأدوات الإلكترونية الجديدة زي الحكومة الإلكترونية وكل أدوات التواصل والسوشيال ميديا في إن أنا أعمل نوع من أنواع النفاذية إلى الديمقراطية أصلا فيه تطبيق من ضمن تطبيقات الديمقراطية الإلكترونية اسمه الإي بارتسيبيشن أو المشاركة الإلكترونية إلكترونيك بارتسيبيشن فمنصة حوار هو تطبيق حرفي عملي تطبيقي على فكرة المشاركة الإلكترونية عندي 110 مليون مواطن صوتهم أفكارهم إبداعاتهم مشاركتهم مع الحكومة وكل القطاعات عايزونه يوصل بقى فيه النهاردة نفاذية جديدة بقى فيه قنوات تواصل جديدة زي الإنترنت زي السوشيال ميديا فكان لابد أن الحكومة يكون عندها أكتر من نوع من أنواع قنوات التواصل جات الحكومة عملت في المحليات حاجة اسمها مبادرة سمعنا صوتك بتستخدم تطبيقات الواتس بتستخدم موقع وزارة التنمية المحلية في أن الناس تقدر تبعث لو عندها شكوى في مجال المحليات جه مجلس الوزراء وعمل حاجة تانية في التواصل أو المشاركة الإلكترونية عمل منظومة شكاوى مجلس الوزراء بقيت عندك قدرة أن أنت لو عايز تشتكي أو عندك مظلمة ما تجاه أي جهة حكومية أو أي موظف حكومي أو أي مشكلة بتواجهك أنك تقدر تتواصل مع الحكوم استكمالا لمنظومة التواصل والمشاركة الإلكترونية طب أنا بقى لو عندي فكرة أنا وعندي الشكوى أنا مواطن أو أنا خبير أو أنا حد عنده فكرة عايز يساعد بها بلده عايز يساعد بها فتصدى مركز دعم اتخاذ القرار أحد المؤسسات العريقة التابعة لمجلس الوزراء في أنه يعمل منصة اسمها منصة حوار الكلام ده كان تقريبا من حوالي سنة الغرض من منصة حوار مش الشكوى بقى نحن خلاص في جهتين أخرين عندها قنوات تواصل مع الجمهير لأي حاجة أخرى إنما النهاردة أنا عايز أطرح فكرة لتطوير قطاع من قطاعات الاستثمار لتطوير قطاع من قطاعات الطاقة قطاعات البيئة مجرد أن أكتب فكرة بياخدوها ويعرضوها على المسئولين فالنهاردة لو حضرتك دخلت على المنصة تلاقي فيه ربعمائة ربعمائة وعشرين فكرة المواطنين العاديين كانت بينهم حقي كمواطن لو عندي فكرة وعايز أعرضها على الحكومة فده كان أول نوع أو أول بند في منصة حوار الحاجة التانية في منصة حوار طيب فيه مواطنين عندهم أفكار كذلك عندنا خبراء أساس الجماعات دكاترة مهندسين عندهم خبرات ما أطباء عندهم خبرات ما وعنده فكرة فبقى فيه جزء كمان للخبراء هنا بقى يعني المقترح أو الموضوع بقى أكثر تعقيدا شوية بقى أكثر أهمية شوية بقى فيه النوع من أنواع الدراسة المسبقة له طيب هل اكتفت منصة حوار التابعة المركز دعم اتخاذ القرار بأن يكون فيه بند للأفكار وبند للخبراء لا عملت كمان حاجة مهمة جدا عملت حاجة اسمها منتدى الحكومة بنترح كل شهر مثلا موضوع أو اثنين أو ثلاثة وليكن هناخد موضوع البيئة واللي عايز يخش يسجل وفيه كأننا في ورشة عمل ورشة نقاش على مدار الشهر حضرتك دخلت سيد محمد راح داخل كاتب حاجة عن مشكلة من مشاكل الطاقة رحت أنا داخل متصدي إليها وكاتب والله يديه ممكن نحن نحلها عن طريق كذا 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 راح زميل تالت داخل قال لا ما ينفعش لأن تشريعيا الحل ده مش هينفع جميل دخل رابع قال لا استنوا القضية في هذا الموضوع تخص التمويل احنا محتاجين تمويل طيب راح داخل حد تاني قال لا ده التمويل ممكن نجيبه من القطاع الخاص مش من الحكومة فبقت دائرة مستديرة حوار حقيقي خبراء مع مواطنين مع قطاعات حكومية الهدف والغرض في الآخر أنه فيه تواصل حقيقي ما بين المواطنين والخبراء والمفكرين مع حكومتهم المخرج والمنتج ده كله بيرجع يتوزع على الجهات المسؤولة عن الأفكار أو عن المشاريعات اللي احنا بنتكلم عنه فمنصة حوار مرة تانية برضو هي تطبيق عاملي على فكرة المشاركة الالكترونية للمواطنين مع حكومتهم في تحسين اتخاذ القرار معمولة بقالها دي بقالها سنة بقالها سنة تاريخ